تتوالى التوترات بين إيران والغرب لسيمة على خلفية حوادث بحرية فتهران متهمة من قبل كل من واشنطن ولندن بالحادث الذي تعرضت له ناقلة نفط في بحر العرب الثلاثاء رغم الغموض الذي يلف العملية وقبل ذلك جرى اتهم إيران بالهجوم على ناقلة نفط إسرائيلية قبالة ساحل عمان وهو ما دفع المملكة المتحدة إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بضرورة الرد على أفعال تهران المزعزعة للاستقرار وعلى عدم احترامها القانون الدولي وسط كل هذه الأجواء حذرت إسرائيل من قرب إيران من تطوير قنبلة نووية فهل تنفجر التوترات بين إيران والغرب؟ وأي مصير بانتظار مفاوضات فيينا وسط هذا التصعيد؟ نرحب بضيوفنا من تهران أستاذ العلوم السياسية دكتر حسين ريوران أهلا بك دكتر حسين ومن نيويورك الخبير في شؤون السياسية والستراتيجية ريتشارد روث أهلا بك سيد ريتشارد وأبدأ معك أستاذ حسين كيف يمكن أن تصف موقف اليوم كل من الخارجية الأمريكية الخارجية البريطانية والخارجية الإسرائيلية والاتهامات التي نقلتها أجهزة استخباراتية غربية وصدرت بالأمس في الصحف الأمريكية وآخر المواقف موقف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ناد برايس والاتهامات المباشرة بشأن العمليات والاستفزازات لإيران بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء يعني أولا إيران نفت جملة وتفصيلا أي دور لها في هذا الموضوع ويعني هذا النفي الذي جاء على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يعني أن طرفا ما هو الذي يزعزع الأمن في هذه المنطقة وهناك أطراف تشير بإصبع الاتهام باتجاه إيران رغم النفي الإيراني المستفيد الأول في زعزعة الأمن والتجيش ضد إيران والكيان الصهيوني الذي يحاول بشكل أو بآخر شيطنة إيران أولا وثانيا التشويش على المفاوضات النووية في فيينا السيد الرئيسي الرئيس الجديد في إيران طلب من السيد عراقشي رئيس المفاوضين أو كبير المفاوضين الإيرانيين بأن يبقى في موقعه ويستمر في عملية التفاوض وهذا يعكس أن إيران تريد للمفاوضات أن تنجح وهو لم يغير الطاقم كما كان متوقعا لأن تغيير الطاقم المفاوض هو يمكن أن يؤدي إلى العودة إلى نقطة الصفر وبداية مفاوضات من نقطة الصفر من هنا يعني إيران ترغب بعودة الجميع للاتفاق النووي ولكن هناك من يحاول من خلال ما يحدث في المنطقة التشويش على هذه المفاوضات ويريد دفع أمريكا إلى رد فعل معادي لإيران يجعل المفاوضات تكون صعبة وغير ممكنة مستقبلا نحن ذاهبون سيد ريتشارد إلى مواجهة مفتوحة ما بعد انتهاء هذه المفاوضات النووية وماذا عن التسريبات التي ذهبت بها الصحافة الإسرائيلية اليوم وللتحدث بأن مفاوضات فيينا انتهت وبأن كل ما تقدم عليه إيران اليوم هو رد على سقوط هذه المفاوضات وبأن الاستفزازات للملاحة البحرية ستستمر لأشهر طويلة شكرا على استدافتي وشكرا للجميع الخلاصة هنا هو ليس من شن هذه المسيرة المفخخة لمهاجمة ناقلة نفطية أعتقد أن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه هو أن إيران هي التي لديها طابع وسمت هذا النوع من الهجمات نعرف أن هناك محافظا هو الذي يشغل منصب الرئاسة وهذا يعني أن الأمور ستتعقد أكثر بنسبة لأمريكا والعالم على مستوى عقد اتفاق السلام هناك أولا إيران إنها لن تفعل أي شيء إلا إذا رفعت العقوبات والشيء الثاني هو أن الهجمات بالطائرات المسيرة تبدو صادرة من إيران رغم نفيها وهي دأبت على النفي والشيء الثالث والذي هو ضر أكثر وهو أن الرئيس الإيراني قال إنه سيقوم باتخاذ قرار متشدد فيما يخص الملف الإيراني العالم الآن ليس بحاجة إلى المتشددين والمتصلبين وإنما إلى المحاورين والمتفاوضين والوسطى الذين قد يتعاملون مع بريطانيا وأمريكا وإسرائيل وللأسف هذه الأمور لا تنطبق على الرئيس الجديد في إيران وهذا المقلق سيد حسين عندما تطلع الإدارة الأمريكية الجديدة لبدء المجتمع الدولي إلى شخصية رئيسي يتحدثون عن تاريخ الرجل يضعون الشكوك بشأن النتائج رغم كل الوعود المقطوعة وما سمعناه بالأمس كيف يمكن أن تقرأ إيران الحرس الثوري وتحديدا رئيسي هذه العلاقة مع الغرب يعني أولا هناك صورة نمطية ترسم خاصة من قبل الإعلام الغربي في أن هذا الرئيس متشدد وهذا الرئيس معتدل وبالمناسبة أمريكا أجرمت في حق السيد روحاني المعتدل من خلال فرض العقوبات القصوى ضده يعني أمريكا هي تتعامل بمنطق العداء مع إيران ويعني هي ماذا عملت مع المعتدل حتى تتعامل مع المتشدد هذا كلمة متشدد في تصوري هي إسقاطات إعلامية تستعملها الغرب ضد السيد رئيسي في إيران هناك رئيس جمهورية كأي رئيس جمهورية في العالم هو يدافع عن المصالح الإيرانية وأينما تتحقق هذه المصالح هو سيكون بذات الاتجاه من هنا هذا الكلام أن هذا متشدد وهذا معتدل لا أتصور أن له قيمة أساسا ثانيا السيد روحاني السيد رئيسي بعكس التوقعات عندما عين السيد عرقشي للاستمرار في موقعه وفي استمرار التفاوض هو أعطى صورة أنه ليس كما يصبره الغرب أنه لا يريد التفاوض ولا يريد العودة للاتفاق يعني هو يريد تطبيق الاتفاق ومن هنا أبقى على الفريق المفاوض وفي تصوري أن الإسقاطات الغربية على شخصية السيد رئيسي لن تؤثر في أدائه في إيران هناك إجماع نعم إذا عادت أمريكا للاتفاق فإن إيران ستعود للاتفاق وهذا لا يختلف فيه السيد روحاني عن السيد رئيسي نحن سيد ريتشارد نتطلع إذن إلى خطوط الاشتباك التي تحصل في هذه الاستفدازات في بحر العرب حديث تل أبيب حديث إسرائيل موقف الخارجية الأمريكية تحذير البنتاجون معناته الخارجية البريطانية بالأمس كيف يمكن فرط خارطة طريق أو خطوط حمراء أمام إيران لحماية الملاحة البحرية وهذا ما كان أعلن عنه البنتاجون قبل أكثر من أسبوع أنت محق وسبب التشاؤم الذي يسود هو أن إبراهيم رئيسي له تاريخ متشدد متصلب هو كان قد قال في 2007 إنه لا يؤمن بأنه حدثت محرق لليهود وعبر عن العديد من المواقف المناهضة للقيم الغربية والقيم الكونية الحالية ولذلك أعتقد أنه هذا التاريخ يبين شخصيته للأسف بايدن يريد أن يجلس مع الإيرانيين أكثر من الرئيس السابق ترامب ولذلك هو يريد أن يتفاوض مع إيران هذا هو المظهر الإيجابي الوحيد وبيدن يرغب في التفاوض مع إيران لكن عندما يكون هناك رئيس إيراني ينكر المحرقة اليهودية وينكر العديد من القيم الكونية الإنسانية ويستند إلى تاريخه الاستبدادي هذا يصعب التفاوض معها مع ذلك دعونا نرى ما الذي سيحدث هو جديد كرئيس ونأمل أن لا يكون متصلبا كما يسور دعونا نأمل أن ترفع العقوبات عن إيران ونأمل أن يكون هناك بريطانيا والسعودية وأمريكا تتحدث عن صفحة جديدة في الاتفاق النووي لا نريد العودة للاتفاق القديم لا أعرف إن كان هذا ممكنا لكن دعونا أن نرى إذا هناك إمكانية لتوصلي إلى هذا توصلي إلى اتفاق بين إبراهيم رئيسي وأن أمل أن يكون هناك حوارا نوعا ما من أجل إشراك الجميع هذا في الأمنيات سيد ريتشارد لم تجمي عن النقطة المتصلة بحماية الملاحة الدورية من الصعب الإجابة عن هذا السؤال وفي الواقع نحن في عالم تتزايد في استخدامات الطائرات المسيرة لأداف عسكرية الآن هناك استخدام طائرة مسيرة ضد ناقلة هذه الطائرة المسيرة صغيرة وأحيانا يصعب رصدها بالرادار وهي فتاكة وقاتلة عندما تصيب أهدافها كل ما يمكن أن نتمناه هو تقليل نبرة العداء بيننا وبطبيعة الحال لا يمكن أتكاهن بالذي يحدث إلى أن يحدث ولذلك يصعب أتكاهن بمستقبل الملاحة نحن نذهبون سيد حسين لربما وضع نهاية سعيدة لهذا التحذير وعملية خطف السفينة قبالة خليج عمان الغموض الذي رافق هذه العملية مرتبط بعدم تضيع الفرصة في فيننا وهل هي إشارات إيرانية لما يمكن أن تكون عليها أسيناريوهات في حال انتهت هذه المفاوضات المتصلة بالاتفاق النووي يعني أولا فيما يحدث في بحر عمان يعني أولا إيران نفت والقاعدة تقول البين على من الدعا واليمين على من أنكر إيران أنكرت أن لها أي دور من يقول أن إيران هي التي تقوم بهذه الأعمال ويمتلك معلومات قطعية وحسية فيظهر هذه المعلومات يعني هذا الكلام نحن رأينا بريطانيا مثلا هي تقول استدعت السفير الإيراني وفي نفس اليوم شكلت لجزة تحقيق يعني إذا هي متأكدة أنها إيران لماذا شكلت لجزة تحقيق وإذا كانت تريد أن تعرف الحقيقة وفي خالخطف لا لا يعني هذا الكلام لا يمكن سحبه على كل هذه العمليات يعني هناك إسرائيل ضربت سفينة لبرت الأمريكية في حرب 67 حتى تحرك أمريكا ضد مصر يعني الآن هل يمكن أن تقوم بهكذا عمل لاستدراج العالم ضد إيران نعم هذا الأمر ممكن من هنا أنا أقول أن هناك مشكلة يعني الضيف الكريم يتكلم أن السيد الرئيسي لا يقبل بالمحرقة ما علاقة هذا الموضوع أساسا بسياسة إيران يعني أي شخص يمكن أن يحتفظ بموقف شخصي تجاه أي حدث في العالم أنه لا يؤمن بالقيم الغربية هذا كلام هل القيم الغربية يجب أن تعمم وتفرض على العالم هل نحن نعيش في عالم ديكتاتوري يعني هذا الكلام غير صحيح هناك قواعد دولية يجب على الجميع الالتزام بها يعني الحضارة الغربية لا يجب أن تعمم على الجميع في مفاوضات في أن هناك اتفاق والمفاوضات محكومة بسقف وهو اتفاق 2015 نعم إيران ترفض أي اشتراط أو أي اضافة على الاتفاق وهي تقول أنها ذاهبة للمفاوضات لتطبيق هذا الاتفاق الذي تحول إلى قرار دولي وهو القرار 2131 إلا اللهم إذا ضيفك الكريم يقول أن أمريكا لا تعترف لا بقرار دولي ولا بشيء وتريد كل شيء على مقاساتها كيف يمكن الخروج إذن بهذه الخلاصة سيد ريتشارد استمعت جيدا إلى دكتور ريوران الحديث بأن كل هذه الاتهامات ربما تأتي في سياق الإسقاطات من قبل واشنطن وحتى من قبل لندن بعد تحذير الخارجية الأمريكية بعد ما قاله نيد برايس الحديث عن الاقتصاص وتحميل المسؤوليات هل تبدلت هذه المرة شروط المواجهة وهل ستذهب إيران بعد كل هذه الاتهامات إلى مواجهة مفتوحة وإلى مزيد من العقوبات والتعقيدات وهذا فعلا ما يخشاه الرئيس الجديد وسط أزمة داخلية مستفحلة أولا وقبل كل شيء أن يقال إن الهولوكوست لم تحدث هو رأيه وإنكار للتاريخ هو بمثابة قول إن البرجين التوأمين في 2001 لم يسقط ولم ينهار ولذلك أن يموت ستة ملايين شخص وينكر هذا الواقع الذي سجله التاريخ هذا ليس تعبيرا عن الرأي وإنما إنكار للتاريخ ويعكس عدم المصداقية التي يجب أن لا يتحل بها إبراهيم رئيسي لا يجب إنكار الوقائع والحقائق لا نتحدث هنا عن الآراء وإنما عن الوقائع المنكرة أود أن أركز على موضوع المقابلة بالنسبة لما قاله الضيف من تهران إيران نعم نفت أنها المسؤولة عن الهجمات بالطائرات المسيرة لكن لا ننسى أن تهران استخدمت الطائرات المسيرة عبر وكلائها لتنفيذ عدد من الهجمات على السفن في الخليج العربي دعونا لنا تحدث عن ما حدث قبل أربعة عقود وإنما ما يحدث في الأسابيع القليلة الماضية إيران تعرف أن العالم يدرك ما تفعله هي فقط تريد أن تضغط وتريد أن تستغل هذه المحادثات لتعود إليها فقط عندما يناسبها ذلك ليس هذا هو الشيء الوحيد هناك ألمانيا هناك بريطانيا هناك أمريكا هناك فرنسا وإسبانيا وبلجيكا ودول عديدة في العالم تريد من إيران أن تنخلط لتواصل إلى اتفاق نووي جديد وليس العودة إلى ذلك الاتفاق القديم ويجب على إيران أن تفهم أن الوقت الحالي يجب أن تستغله ليس بتشدد والتصلب من خلال رئيسي وإنما بتفاوض وتوخي موقف معتدل إذن بعد ما فعله نأمل مع ذلك أن يعود إلى صوابه لأن هذا سيكون في مصلحة الشعب الإيراني أن يجلس للتفاوض لأنه بذلك سيستفيد من رفع العقوبات على الشعب الإيراني وأن نأمل أن تتوقف الهجمات العسكرية والآن هناك مشكلة ليس فقط في الشرق الأوسط إنما العالم برمته بسبب المشكلة الإيرانية نأمل أن يعتدل إبراهيم رئيسي أكثر أشكركم ضيفين جزيلا الشكر من نيويورك الخبير في شؤون السياسية والاستراتيجية ريتشارد راث وأيضا من استوديوهاتنا في العاصمة الإيرانية طهران أستاذ العلوم السياسية المعروف دكتور حسين ريوران شكرا جزيلا لكم